هذا المخدر الذي يسمى الكراك دوليا أو كوكين الفقارة محليا فهو ظهر في أمريكا في 80 ثم مداز الأوروبا في 90 وبنسبة للمغريب المصالح الأمن لستجلات القضايا في 2020 يعني هو في السنوات الأخيرة انتشر بسرعة في المغرب هذا المخدر الخطورة له أنه ضم بسهولة الصوب يعني في ضرف 8 إلى 20 يطلع الدماغ وتعطيه واحد الآثار معينة وهو مصوب من الزبل الكوكين يعني الزبل ذلك هي السام التي تتلاح يعني بحالة قلتي الكوكين هو ليسانس أصلا شميته ليسانس راي يدرك ولكن هذا البوفا هي الدخان يتخرج من هذا كل ليسانس وبالطبع الإنسان التي يشمنتخان كيف يشغي يحس من ناحية الصحة وهذاك المفعول ديالو كيف يقول أنه يكون من خمسة إلى عشر دقيق وتعطيه الإنسان واحد نشوى واحد شعور بالطاقة والعظمة والاتقاء في النفس فتيفرح في ذلك اللحظة ولكن بسرعة تسيطيح واحد طاعة خيبة خيبة بزا في الاكتئاب وتقول لي خصو باش يخرج من ذلك الحالة دي الحزن للأكتئاب خصو عاو تاني بشي يتناول هذاك المخدر بالطبع اللي تخرج من ذلك الحالة واحد الضرف اللي هو مؤقت إذن تأثير ديال هذا المخدر هو خطير جدا أولا الصحة الجسدية للإنسان تؤثر على ضغط الدم على ضغط القلب ديال الإنسان وعلى الجهاز العصبي تنهار كذلك تؤثر على الشعار قد يتساقط سنان يبدو يطيحه كذلك تؤثر على الجهاز تناسوي للإنسان ويدليه واحد واحد العقم معين أما تأثير دياله من ناحية نفسية كذلك كبير جدا وخحنا نقول المخدر هو أرى ما شي مخدر الدماغ كامل هو مخدر غير 5% الدماغ التي تسمى العقل الواعي أما هو أرى مهيج مهيج لشنو؟ 95% الدماغ دياله تسمى اللواعي فبتالي ديك البرامج اللي تكون عند الإنسان في الداخل دياله وتتلقاش اللي غي يحكمه فبتالي تثبت خرجه بالنسبة للتوافع ديال هاد المخطير بما أنه تعطيه واحد إحساسات معينة بحالش إنسان مثلا بيهجوع بيهجوع ومالقاش مكلان قياه غير يدير إذا بحالة يجينا واحد جوع جسدي عندنا واحد جوع عاطفي وذلك الجوع العاطفي تقدر يدفع الإنسان بحال هاد المواد هذه اللي بحالة تتعمر لها ذلك الجوع تحس بواحد الامتلاء بواحد الغداء بالطبع اللي هو ههمي واللي هو مؤقت إذا كان هذا الدافع اللي هو الدافع نفسي أن الإنسان تكون ما راضيش على رسول على شكله على حياته عنده مقصام فتقة في الناس مقدرش راسه عنده شي مشاكل شي أحزان وهذا فبتالي هو محتاج لهذاك الإحساس فتمشي ياخذ هذه المادة وكاين اللي تياخذها من باب الفضول لأن الدماغ ديالنا هو عزيز عليه يجرب أي حاجة اللي هي جديدة ولكن وش أنا من باب الفضول غاديمشي نحطي الدية على الأفع على الحنج أقول أجي نجرب العدد يلوكي بجدير عن باب الفضول ممكنش هتقدر تتعتق وتقدر تموت فاديك فاديك اللحظة إذا إنسان ما يجربش أي حاجة إلا لا كانت فيها شي شي فائدة وبطب الإنسان اللي تياخذ هاد هاد المختار بعد حيث أسقط تجمع عليه وسوز للانتحار وهذيان وتيكون واحد تأثير السيد بيحتها فسط المجتمع دياله فسط العائلة بحل واحد السيد كان جاء عندي يعني باش يأتي يخذ هذا المختار هذا درجة أنه اللي تيبيع الحواج دياله باع المطر باش يشريات شي من بعد أخذ التلفازه بيالدار تهي باعه وتيبي إنسان تيشفر باش أنه لماذا؟ لأن تجمع الحالة هي السيرية يعني يرى ممكنش يوقفها إلا بهذا المسكن أو بهذا المخدر دبقى شنو العلاج لهذا المخدر لهذا المخدر الذي هو هذا المخدر يعطيه واحد لإحساسات معينة ممكنش يجي وقفه بلا واحد البديل معين خصوش يبديل خصوش يتشغل بشي حاجة اللي تفرز هورمونات اللي الدوبامين اللي الفرحة في الدماغ دياله يعني شي هدف جديد في الحيث دياله خصو يخدم عليه باش هالك الإفرازات توقع في الدماغ كذلك خصو يخدم على تقدير الدات والثقة في النفس إلا ما خدمش على الثقة في النفس يبقى دائما محتاج لهذاك مخدر باش يعطي هذاك الإحساس ديال العظمة اللي هو إحساس وهمي والحاجة الثالثة خصو كذلك يخدم على الجانب ديال التسامح دياله لأن هذا المخدر الإنساب يتناوله تدج بدليه قاعد يخطأ مع بابا في الصغر دياله تدج بدليه يمشي الدبز مع بابا ولا شي صاحبه في الحماة ولا خصو ضروري كذلك ما يخدم وطبع ديال كله وحضارة موضوع بوحده ولكن الآن سنعطيونا غير واصل الأقلام خصو ضروري ما يخدم على الجانب ديال التسامح دياله مع مع الناس الناس الأخرين الفئات العمورية هي اللي بحلقنا إنسان متن باشي وصل 12-13 تيولي عنده هذاك الجوع العاطفي في ديال تقدير والشعور بالدات وهذا فإذا إلا هو مكانش عنده والمحط ولدي مع الموش كيفاش يقدر داته بالاختارة نربيه وولادنا غير بلوم وتنعيرهم وتوقعون نقصوا نقصوا منهم ونركزوا على العيوب ديالهم فغيمشي ياخد هذاك المخطير باش يحس بذيك العظمة وذيك اتقال ديك إذا غالبا الفئة ديال الشباب تي ديالان 13 ما فوق إذا ديال تناويت يتعطور وعاد حت الثمان ديالو شوية نقص فبتالي تقدروا أنهم يزعموا عليه باش أنهم ياخدوه هذا المخطير هو الإدمان ديالو تيكون سريع جدا علاش؟ لأنه تدير واحد الهيجان مرتفع في الداخل ديال الإنسان بواحد الإحساس لي تيولي الدماغ الإنسان محتاج لي عاو تلينه بوحدة أخرى باش يمشي باش مشي ياخدوه ريقدر يدير غيجوش تلاتة صافي يولي صافي يخصوه ضروري هذك حتحتك يكون السريعين ديالو في الدات وتشرف ديالو في الدم سريع جدا لذا كان الإنسان خصوه من الأول ما يقرب ما يجرب ما يتشي حتى ما يقيش هذا المخطير خطير خطير ورا واحد السم تدخلو الإنسان لجسد دياله خصوه واحد العزيمة هذا الشخص اللي يبغي يقطع هذا المخطير بدأولو يخصوه يعرف الأضرار ديالو وخصوه واحد العزيمة وخصوه متابعة من ناحية نفسية ماشي كوتش وكذلك متابعة طبية مشي طبيب مستوي بسيكيات خلال إنه خصوه ضروري ما يبقى يعطيه واحد مهدئات يعني في انتظار أنه الدم ديالو يصفام من هذا المخطير وبنسبة المدة على حسب الوقت اللي هو كانت يتناول فيه هذا المخطير إذا كان وقص طويل وهو تتناوله رخصوه أعطين واحد شوية واحد وقص طويل باش أنه يتعالج يعني واحد مهددان يعني امتداء من 40 يوم فما فوق باش أنه يصفام زيان ونتأكده أنه رأسه فيه ولكن كان واحد المسألة أن هذا الإحساس رأس مسجل في دماغه الإحساس اللي يعطاه هذيك المخطير يعني وخاه هو مثلا يصفى وما يبقى شي بشي يخطوء ولكن الإحساس رأس مسجل من قشة محال فبالتالي إلا هو ما كانش يخدم على رأسه كي بيقولنا من ناحية التقاف النوص من ناحية التسامح ومن ناحية أنه يكون فرحة بشي هذا يقدر في شي الحظاء يطيح في شي مشكل معين فخدمته لما ينتهو فقرأته ولأشي حاجة ويجي واحد الإحساس ديال الحزن أو لنقص انتقه في النفس أو ليحس بواحد الفشل فيقدر يديك الإحساس ولون بعد عام يديك الإحساس ويقدر في ذيك اللحظة يقول له يصير خد هذا المخطير لذلك أن الإنسان يخطو دروي ما يخدم على رأسه من ناحية نفسية مهمة جدا باش يحمي رأسه أنه يقرب من هذا المخطير شكرا 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 شكرا